وزير الخارجية الأمريكية أنطونيو بلينكين يحل بالصين في ثاني زيارة للبلد في أقل من عام بهدف تعزيز استقرار العلاقات الثنائية ومن المقرر يجتمع بلينكين في شانغاي مع كبار رجال الأعمال قبل أن يتوجه إلى بيكين لإجراء محاذثات مع نظيره الصيني وونكي مهمة بلينكين في الصين ترم تهدئة التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعدما تراجعت العلاقة الثنائية بشكل واضح منذ الزيارة السابقة للمسؤول الأمريكي في يونيو الماضي وتأتي هذه الزيارة التي تستغرق يومين للاجتماع بكبار مسؤولية الصين في شانغاي وبيكين لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية إلى جانب تخفيف حدة التوتر العام الذي دفع العلاقات إلى أدنى مستوياتها التاريخية في أوائل العام الماضي ترجمة نانسي قنقر